لا ينشغل بالناس ولذلك يسألون أحد الزهاد يقولون ما لنا ندع الله فلا يستجيب لنا قال لأنكم أصبحتم فانشغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم فحين ينشغل الإنسان بعيبه يرى أنه على خطر وأنه على حذر وأنه بعيد عن الوصول إلى الجنة فهذه الخلوة هي طريق الوصول إلى الله تبارك وتعالى لقد كدنا أن نرى في صحابة رسول الله كمة التصوف قبل أن نرى في زماننا هذا واسمحي لنا أن أنها أضيف حاجة أهل التصوف كانوا موجودين مع رسول الله وكان يجالسهم وجاء القرآن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا يفارقهم إزاي كلام ده قالوا إيه؟ لما سيدنا النبي كان بيدعي سادة القريش فسادة القريش تأففوا أن يجلسوا في المجلس الذي يجلس فيه الفقراء والمساكين قالوا للنبي اجعل لنا يوما واجعل لهم يوما ما نعودش جنب الغلابة واللبسين الخيش والخشن هم زاهدوا في الدنيا صحيح اجعل لنا يوما واجعل لهم يوما لا نجالس هؤلاء فنزل القرآن ماذا قال؟ ترجمة نانسي قنقر